موسيقى هلو والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجلنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ريدمشن طوز اللهب طبعا في هذا المقطع رح علمكم كيف تجيبون الهورس ريفيفر او دواء احياء الحصان بشكل لا نهائي او بشكل مستمر وراء بعض وراء بعض وراء بعض طبعا هو ما هو قليتش انما حركة بسيطة ترسبن الادوية في هذا المكان بعدها لما تبعد من المكان رح ترجع ترسبن مرة ثاني وتقدر تاخذها حلوين طبعا المكان رح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي في ولاية نيو أوستن وتحديدا في هذا المكان كل اللي عليك انك تتوجه له لما تتوجه له رح تجي عند هذا المكان تحديدا ورح تحصل انه والله الهورس ريفيفر موجود وايضا في اكل تخذ الهورس ريفيفر واخذ الأكل ترى الأكل جدا غالي تقريبا سعره 4 دولار انت رح تاخذه بلاش طيب اخذت يا صالح ايش اسوي كل اللي عليك انك تبعد من المكان تروح يعني لين نهاية الشارع بعدها رح ترجع مرة اخرى لما ترجع مرة اخرى رح تحصل انه الهورس ريفيفر رسبا مرة ثاني تقدر تاخذه وتعيد الكرة مرة اخرى ومرة اخرى ومرة اخرى وبكذا رح تاخذ لك هورس ريفيفر كثير تقريبا ترى سعره 9 دولار ونص اذا كنت شخص تستخدمها من ناحية فلوس تقدر تجمع لك تجمع لكم واحد بعدها تتوجه لمحل الجنرال ستور وتبيعها عنده ايضا رح يكون عندنا مكان جديد لقلتش الفلوس او قلتش هذاك البيت اللي كنا نجمع منه المجوهرات طبعا هذا المكان يعني ما في له زحمة وما في ناس كثيرين يعرفوه ورح يكون في هذا المكان زي ما تشوفون في الكيم بلاي كل اللي عليك انك تتوجه للمكان وبعدها رح نبدأ نسوي حركاتنا طبعا لما توصل للبيت رح يكون شكله بهذا الشكل كل اللي عليك انك تاخذ الاغراب الموجودة طبعا رح يكون في مجموعة من الاشياء القيمة واللي رح تفيدك لكن في البيت رح يكون في مجوهرتين لا تنسى انك تشيلها لانه هي الاهم ايضا رح يكون في عندك مجموعة من الادوية ومجموعة من الاشياء اللي ممكن تاكلها وتزود لك الشيء المعين يعني رح تطلع وانت كسبان لوت هذا البيت مصبوط بعدها رح نسوي حركتنا اللي هو سوي ستارت بعد الستارت رو عنده هو الالاين بعد الالاين رح تسوي اللي هو الفري روم رح يغير لك سيرفر لكن السيرفر جديد رح يرسبنك بالقرب من هذا البيت رح تسوي نفس الطريقة رح ترسبنه هو اشياء جديدة جمع اللي تبغى غير سيرفر ينسب لك مرة ثاني جمع اللي تبغى يرسب لك مرة ثاني جمع اللي تبغى وعيد الكرة واستفيدوا منها بقدر الامكان افضل شي في هذا المكان انه البيت ما في له احد كثير زي البيت الاول فاستغلوها بقدر الامكان يا اصحابي وجمعو لكم قروش طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك لعجيكم هيدز الان يلا سلام عليكم موسيقى